موسيقى الحقيقة هذا البرتوكول هم جداً لأنه أولاً الدليل على التعاون مع شريك أساسي في التنمية في إفريقيا وهو بلنك التنمية الأفريقي قيمة المنحة أربعة مليون يورو على ثلاث سنوات في حقيقة لمنحة خاصة برياجة الاعمال وسياسة العمل الحفظ اللي الدولة بتدعيها من خلال سنتاجية الدولة العشرين ثلاثين. طبعا الانشطة المختلفة مبورجها في هذا المجال الى الشباب والى الانساء في الجماعات المصرية وفي الاقاليب. احنا احبينا ان يبقى الاقاليب الصعيب والودي جديد والمديد الوحاد تستحوز خوالي خمسين في المية من هذا المنحة دي المنحة. الانشطة المختلفة اللي احنا نتركزين فيها في مجال ريادة الاعمال هي الانشطة الاعمال الزراعية والطاقة اللظيفة والخدرات والصناعة والابداعية والحركة اليدوية والفنية. يبقى اذا احنا عندنا توجه معين فيما يخص ريادة الاعمال. طبعا احنا في هذا المجال فهنا نقدم الدعم الفن والاكاديمي من خلال الاكاديمية. من خلال كل الشركاء في الجماعات والمراكز البحثية المعنية في ريادة الاعمال. فيها بوابة الالكترونية وهنربط هذه بوابة الالكترونية لمركز الاقليمي الخاص ببنك التنمية الافريقي. من حقيقة هذا المركز الاقليمي بريادة الاعمال في البنك بيغطي مصر وتونس والمهر. ايضا بيتم احتضان شركات ناشاق. اه حوالي خمس برامج احتضان متين وسبعين شركة اشاق جديدة بخلال هذا البرنامج. في ايضا اكسلريتلس او مسرعات اعمال. وهنبقى في عندنا سبع برامج لتطوير ما يقوم من متين وعشرة شركة في خلال هذه المنحة. فاذا اه يعني اختصارا هي منحة متعلقة بفكة بياجة الاعمال. اه وتنفذها على مدار ثلاث سنوات. والاستفادة من عدد كبير من الشركات الناشئة او حتى الشركات الموجودة في الحالية عن طريق تسريع الاعمال. بشكر لوزارة التنسيس ماري العام الدولي على اه رعاية اللي هذا الحدث وعلى التفاق التامة مع المالي. اه بشكر ايضا شركات معنا باك التنمال الافريقي. اللي دايما هناك دعم كبير لنخلط التنمية سوات في مصارحة او في الحالية. ايضا مع الدول افريقية تزامنا مع اه مبون مصر على رأس. اه اه افريقية في حالة المساعتاشة. ايضا كم جديد من التعاون ان شاء الله مستقلة في معجيات الجمعات التكنولوجية والجمعات التكنولوجية اللي انتم اليهارده في المنطق يدرس اه بشكل كبير جدا دعم هذا المشروع الكبير في مصر اللي هو فيه انشاف ما يأخذ من التمع من التمن اه جمعات التكنولوجية في محفظات مصر. اه حتى تكون هناك اه يعني فكرة العمل الفني مش بس خدمة مصر لكن ايضا خدمة بخدمة مصرحة اشكركم ان شاء الله يمساهم. شكرا.